السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفنان المصرية حورية فرغة لتخدع لجراحة استئصال الراحم بسبب ورام خابت بالمن بدأ في تفاصيل فضلا وليس أمرا اللايك واشتراك وتفعيل جرس باشو ساكون دائما جديد كشفت الممثلة المصرية حورية فرغة لخضوعها لعملية جراحية لتتئصال الراحم بشكل كامل وذلك عقب اكتشاف ورام خابت وصرحت حورية فرغة لليوم الجمعة أجريت عملية استئصال الراحم منذ ثلاثة أيام والحمد لله تمت إزالة الورام وبعد العملية حسيت أني تولت من جديد كما أضافت خرجت من المستشفى أمس الخميس وأتواجد في المنزل حاليا وأتابع مع الأطباء لحظة بلحظة أدعو لي وأنا كويسة الحمد لله وفق ما نقلته أحد الصحف المصرية وكانت الفنان المصرية قد أجرت في وقت سابق العديد من العملية لاستئصال أورام ليفيا في الرحم قبل أن تجري الجراحة الآخرة بشكل كامل وأكد مدر أعمالها أن حالتها الصحية مستقرة حاليا وتستعد في الفترة المقبلة إلى مباشرة أعمالها السينمائية بصورة طبيعية وكانت الممثلة المصرية حرية فرغالي قد كشفت في لقاء سابق أنها راضية باستئصال رحمها خاصة أن وجوده كان سيؤثر على حياتها لافتة إلى أن الأمر ورات من جدتها لأن شقيقتها استئصالت رحمها أيضا قبل عامين وأضافت في حوارها مع الإعلامي لمس الحديدي أن الطبيب أعطى لها فترة من 30 إلى 40 سنة للزواج والحمل ولكن مرت سنوات سريعة لأنها لم تقابل الرجل الذي يستحق أن يكون زوجها موضحة أنها كانت مخطوبة ولكن توفي خطيبها قبل زفافهما بيوم واحد في حديث سيارة وكانت قصة الحب الوحيدة في حياتها هنا وصلت لنهاية الفيديو كانت معكم قناة فاتتي شانيل أم مع السلامة